في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها منظمة أكساد مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتعليم العالي ومع جامعة دمشق عقدت ورشة عمل في كلية الزراعة لصالح مئة متدرب من طلاب الدراسات العليا والسنتين الرابعة والخامسة في الكلية نحن نتعرض الآن إلى أزمات مناخية كبيرة جدا تتعرض المحاصيل لأزمات الجفاف تتعرض للإصابة بالحشرات تتعرض للنقص الغذائي أيضا تتعرض لمشاكل التربة الكبيرة نتيجة زيادة غاز الكرابون فيها وبالتالي أيضا المياه قليلة وقليلة جدا أيضا الأزمة جاءت لأيضا تلعب دورا كبيرا على الزراعة وبالتالي أكساد هي بيت الخبرة لها الكثير من الأبحاث التي جرت ضمن حصاد المياه سعد أكساد من خلال هذه الورشة مشاركة المجتمع الدولي توجهاته نحو حج الجهود لحماية النظم البيئية وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية لا بد أن نستفيد من كل قطرة ماء موجودة في أراضي الجمهورية العربية السورية لصالح قطاع الزراعة من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة حيث المركز لديه خبرة كبيرة في زراعة الحافظة التي من خلالها نستطيع أن نحقق زيادة في الإنتاج أكثر من 30% ونوفر في المياه والخدمات الزراعية بحدود 25 إلى 40% تغيرات المناخية أثرت بكش كبير ليست على المشاريع التي تنتج أكساد وإنما أكساد هي تعمل ضمن هذه المشاريع للحد من هذه التغيرات التي أصبحت حقيقة واقعة وما كان مؤتمر العالمي جلاسكو الذي عقد من فترة قريبة إلا نتيجة الخطر الداهم على الكرة الأرضية وعلى البيئة وعلى التنوع الحيوي النباتي والزراعي توظف منظمة أكساد جهوداً علمية للسير باتجاه الاقتصاد الأخضر الذي يهدف للحد من المخاطر البيئية وبناء على ذلك تأتي الورشة للاستفادة من خبرات منظمة في تطوير البحث العلمي والزراعي ونقلها إلى الطلبة المتدربين